اكد مدرب الترجل بالمعلول ان القرع وضعت شيخلانديا التونسية في مجموعة حديدية كما اكد على ضرورة انتداب لعبين سوبر قادرين على تقديم الاضافة في المراكز اللازمة من اجل المرور وبالفريق الى الادوار المتقدمة من هذه المسابقة واضف معلول انه وجب اخذ كل مباراة على انها نهائيا نلعبه مطالبا اللاعبين ببذل المزيد من المجهودات وبتحسين الاداء ويجب على الادارة التحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وبجلب لعبين ممتازين من اجل تعزيز التشكيلة وفي مختلف المراكز ووضعت الغرع الترجي في المجموعة الرابعة رفقة الزمالك المصري وشباب لزداد الجزائري اضافة الى فريق المريخ السوداني ويستهل الترجي المشوار في دور المجموعات للشامبيونز ليغا الافريقية بمواجهة فريق المريخ السوداني على ارضية الملعب الاولمبي حماد العقر بيرادس في العاصمة تونس وبخصوص المريخ والفريق الذي سيواجه الترجي وجه الاتحاد الافريقي لقرة القدم الكاف ضربة قوية لنادي المريخ بمعاقبة اثنين من لعي به قبل مواجهة الاحمر والاصفر في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ويتعلق الامر بالمدافع بخيط خميس وحارس المرمى احمد بيتر واكد المريخ في بيان له على صفحته الرسمية وعقبت لجنة الانذباط بالكاف اللاعب بخيط بخمسي بالايقاف اربع مباريات اضافة لغرامة مالية وعقبة الحارس احمد بيتر بالايقاف مبارتين اضافة لغرامة عشرة الاف دولار نبقى مع جواء القرعة والشامبيونز ليغ مجدي تراوي الذي كان حاضرا في القرعة المقامة بمصر البارحة المدرب المساعد السابق للترجي ان قرعة دور الابطال الافريقية وضعت الفريق في مجموعة صعبة وكان تراوي قد تويج باللقب الافريقي مع الترجي في ثلاث مناسبات الاولى كلعب والثانية والثالثة كمدرب مساعد وقال في تصريح لقناة الحوار التونسي القرعة الصعبة وكل الفرق على مستوى عالي وصابق ان جئنا في مجموعة واحدة سابقا مع الزمالك وشباب بلوزداد وضاف الترجي مطالب بالفوز عن كل المقابلات التي سيخوضها فوق ميدانه ليحصد اكثر ما يمكن من النقاط في تونس وحتى يسهل المهمة على نفسه ويتاهن وضاف الشيء الايجابي انه ليس هناك تنقلات طويلة والكل يعلم ان التنقل في افريقيا يؤثر كثيرا على الجاهزية البدنية للعبين فالصحفر الى مصر والجزائر ليس بالعصير وتابع الزمالك المصر يمر بفترة انتعاشة وشباب بلوزداد الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي يتصدر الدور الجزائري ويملك لعبين مميزين ولا ننسى المريخ السوداني الذي يعتبر منافسا محترما ولا يجب استسهال المهمة امامه وختم رغم ذلك قول ان الترجي قادر على التاهل من هذه المجموعة الصعبة ونأمل ان يتم تجهيز ملعب رادس ليخوض الفريق المباريات امام الجماهير والتي ستساعد كثيرا في دور الابطاء